الأزمة الأوكرانية تعاكر صفو العلاقات الروسية مع دول حلف الناتو مجدداً وسط تحذيرات موسكو من تصعيد الناتو على الحدود الأوكرانية وتهديدات واشنطن بفرض عقوبات عليها في حال هجومها على كييف في ظل الأجواء المشحونة بين الطرفين والتوترات الحاصلة على الحدود الأوكرانية الروسية التقى وزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكا ونظيره الروسي سيرجي لافروف على انفراد لبحث الأزمة الأوكرانية على هامش اجتماع منظمة الأمن والتعاون الأوروبي الذي عقد بستوك هوم بمشاركة خمسين دونة أطالب واشنطن وحلف الناتو بتقديم ضمانات أمنية وقانونية على الحدود إقحام أوكرانيا باللعب الجيوسياسي الأمريكي عواقبه ستكون وخيمة وزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكا أكد تمسك واشنطن وحلف الناتو بخيار العقوبات في حال هجوم موسكو على أوكرانيا روسيا هي التي يقع على عاتقها دور تخفيف التوتر الحالية واتفاقية مينسك هي مصار حل الأزمة في أوكرانيا هناك لقاء مباشر مرتقب بين الرئيسين الأمريكي والروسية يتوقف على خطوات وقف التوتر من الجانب الروسي واشنطن مصممة على دعم أوكرانيا ووحدة ترابها وبحسب مراقبين فإن هاجس وقلق موسكو بضم أوكرانيا لحلف الناتو يتزايد في الآونات الأخيرة خوفا من اذمام أوكرانيا للحلف واقتراب قوات الناتو من حدود بلاده موسيقى موسيقى موسيقى